دونكتشاد سيموحمد هو بلد نسبة سكين عدد سكين فيه 17.723.315 ساكن العاصمة جامينا الكثيفة السكانية فعن 14 مواتن في الكيلومتر المربع نسبة الحضر الغعيفة سيموحمد 24% يسكن في المدن تقريبا من ربع السكين فقط ما يمثل فرص الاستثمار في البناء التحتية وبناء وانشاء المدن والاعمار اللغات الرسمية دونك عنا اللغة العربية واللغة الفرنسية جوز اللغات هم اللغات الرسمية بالنسبة اللغات اخرى فما تقريب 120 لهجة محلية موجودة في تشاد فما تشادين عربك عندهم اللهجة العربية تشادية وعندهم اللهجة كيف كيف الفرنسية تشادية اللغة البزنس محمد اللي يتعاملوا بها في كوميرس اللي هي الفرنسية ما هيش العربية بالنسبة للديانات عنا 53.1 مسلمين 20% من الكاتوليك 14% بروتستان دونك تقريبا مسيحيين في حدود 34.3% فهم اللي يمثل 7.3 الديانات الاخرى 5.3 تقريبا بالنسبة للتريسي ريت معناها لنسبة التمدرس ربع السكان تقريب هو متعلم ومعناها باشر تعليمه في جميع المستويات التعليم دونك بالنسبة لمؤشر الأمم المتحدة للتنمية يصنف تشاد 0392 على واحد دونك بالنسبة بلوزو مؤسي محمد الاكسس للكتريسيتي الولوج إلى الكهرباء ضعيف جدا نزل نسي محمد في حدود 6.4% فهم مشكلة بتاع الكتريسيتي وبلو بلنفسي سموت طولي تجم تكون فرصة الاستثمار في التاقة في التاقة بسيف عامة خاتل الكتريسيتي اليوم هو مواسور اسم التاقة نجم معناها وما وراءة خاتم تشتعم الكتريسيتي تفعل بروتوير يزمها تاقة يجي من الغاز يجي من اليدروليك من التاقة المائية فهم عديد الفرص تا الاستثمار ووراءة فرصة الاستثمار في القتاع الالكتريسيتي نو كانت تقديم عامسي محمد نواصل معك في أرقام أخرى حول اقتصاد وردات صاديرات الموردين الاساسيين المصدرين شنو تصدر شنو المورد مصنع كما قلت انت سي بشير هي تشاد بلد غير ساحلي تقع في وسط افريقيا تحدها ستة دول ليبيا من الشمال والسودان من الشرق وجمهورية افريقيا الوسطى من الجنوب والكامرون ونيجيري من الجنوب الغربي والنيجي من الغرب وهي خامس اكبر دولة في افريقيا من حيث المساح وتنقسم تشاد الى مناطق موعدة عدة منطقة صحراوية في الشمال حزين منطقة الساحة القاحلة في الوسط ومنطقة السوفان السودانية الأكثر خصوبة في الجنوب وتعتبر بحيرة تشاد التي يطلق عليها اسم البلد أكبر الأراضي الرطبة في تشاد وثاني أكبر منطقة رطبة في افريقيا كما قلت انتي سيباشير عنا المساحة متاحة 1.200 مليون ومتين واربا وثمينين ألف كيلومتر مربع البيانات الاقتصادية عنا قوة العمل عنا خمسة ملايين وستثمين واربا وخمسين على المال شنو المواد المصنعة هي أكيد من أهم المنتجات الزراعية في تشاد هي القطن والفول السوداني والأرز والبطاتس ومن أهم المنتجات الحيوانية الماشية الأغنام والماعز والجميل متنوع مختلفة من أهم السناعات زيادة كذاك عن النفط والمنسجات القطنية وتعليب اللحوم والتسنئة والصابون والسجائر ومواد البناء الصادرات القيمة الإجمالية للصادرات 2.438 مليار دولار سنة 2017 أهم الصادرات النفط والماشية والقطن الاحتياط من عمل السعب والذهب 74.2 مليون دولار والأهم البلدين لبرتنير أهم الدول المستوردة والمتحدة الأمريكية 50% الهند 8.9% والسين 6.7% فرنسا 6.4% والإمارات 4.3% اليابان 4.1% وذلك تبقى لتقديرات بالستراتيجية ما نعندها أمريكا والسين الزوز مقاعدة نوعها في المصادر التوريد والتجدير ما نعندها استراتيجية ما هي أهم الواردات سيباشير معادات النقل والصلاعة الصناعية والصلاعة الغذائية والمنسوجات أهم الدول المستدرة فرنسا 19.8% السين 15.7% والكامرون 15.1% والهند 6.1% والولايات المتحدة أمريكية 5.4% بلجيكة 4.4% الاحتياطي من العمل السابق كمقنس سيباشير عندها 74.2 مليون دولار الدين الخارجي 1.268 مليار دولار الاستثمارة الأجنبية في الداخل 4.5 مليون دولار الدين الخارجي نسبة الترمية الاستيمية الفين وعشرين مش تكون في حدود 3.46% حسب البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عندنا الانفليشون ريت نسبة التذخم الاستيميت كيف كيف انتجبت المسجلة حاليا وانا نحكي على البريفيزيونية المعناها تقريب 27% البريفيزيونية العمجي الناتج الداخل هذين قسم سيموحمد على ثلاث قطاعات قطاع الفلاحة يمثل 60% من مداخيل البلاد 6.5% الصناعة والخدمات 32.9% بالنسبة للصناعات كنت انت حكيت عليهم سيموحمد القوة العاملة زوز من 829 مليون زوز من 829 الف معناها مواتن بالنسبة لنسبة بيطالة تقريب الستيمي في 2025 بيش تكون 3.27% لدى الشباب بيش تكون 10.8% بالنسبة بيطالة العامة 3.27% لدى الشباب 10.8% بالنسبة للسكان تحت خط الفقر تقريب 56% النصف السكان تقريب يتصنفوا منا في خانة الفقر بالنسبة للبيجي متاع الدولة دونك فيه اندي في سيد بيجيتير ب7.9% عجز في الميزانية 7.7% معناه معادل استابل 7.7% بالنسبة للدات سيموحمد الدين العمومي انتي جبت عليه بالارقام بالنسبة للبرسنتاج دونك تلاثة يمثل تلاثة وستين بالمئة من النتج الداخلي الخام معناه النسبة هو تلاثة وستين بالمئة من المداخلي دونك ستارس يؤكسب تابل في المجمد لتاكس عناه يمثله تقريب 15% من النتج الداخلي الخام النتج داخلي الخام كما قلت سيموحمد دونك في الإكسبور عناه بلجيك 26% الصين 25% رومانيا 9% الإمارات 6% ألمانيا 5% وهولندا 5% بالنسبة للمغمون العكسي التوريد عناه الصين 27% عطيت دول لانا نكمل مع نظيف لك مانا نسب الهند 11% يونيت ستايت أمريكيا 6% غانا 5% تركيا 5% ولاحظوا هنا كيس محمد مانا الديفرسيفكاسيون في الحرفة وفي الصناعات اللي قاعدة تقوم بيهم تشاد بالنسبة الإلكتريسيتي دونك سيموحمد فما تقريبا كي ما قلنا 6 مليون عندهم ولوج الإلكتريسيتي منهم 56% في المدن و 4.9% فقط في الأريف موجودة في الأريف متاع تشاد نكسي ما بده دوما أهم تقريب المعلومات لكي اقتصادية ما نعرف كان فما حوافز نتعدو للحوافز نبدو معك فما فقرة متاع الحوافز قبل سيباشير الحوافز عم معلومات على البترول جبال إنتاج النفط 87000 برميل يوميا تقدير 2021 استهلك النفط المكرر 12600 برميل صادرات النفط الخام مكثفات المستجر عن 116 برميل سنة تقدير 2018 وردات النفط الخام 0 لحتياتات المقدرة من نفط الخام في تشاد 1.5 مليار برميل بالنسبة البيانات النقل لدينا المطارات 59 مطار منهم 9 مطارات ذات ممرات مرصوفة و 50 مطار غير مرصوفة خطوط أنابيب لنقل النفط الخام 580 كيلو متر تعدد البنية التحتية تحتية عن طرق رئيسية إجمالية طولها 40.000 كيلو الهواتف إجمال اشتراكات 10 ملايين بالنسبة المستخدم الانترنت لدينا 3 ملايين معنا مستخدم انترنت أي نسبة السكان 18% 18% من نسبة السكان قد إجمال الهواتف تفقد عندنا إجمال اشتراكات 10 ملايين 10 ملايين يعني اشتراك لكل مية تنسمة معنا 60 60 60% منهم 60% بالنسبة حوافز حوافز الاستثمار قامت الحكومة في تشاد باتخاذ العديد من جرائت من أجل تحفيز المستثمرين على الاستثمار في البلاد محمد في ما يسمى بالنشونل ديفولوب منت بلان اللي هو القيم المتاع تقريب 9 بليون 9 بليون دولار منها منحت حق الاعفاء الجمرقي للمستثمرين الأجانب على مواد البناء ومعدات الانتاج والصادرات قامت بتخفيض الضرائب على الأرباح بالإضافة إلى الغاء الضرائب عن الشركات الحديثة كما قامت أيضا بإلغاء ضريبة القيم المضافة عند التصدير تتيح لساحب الاستثمار حولة التصرف في رأس المال وتحويله بالإضافة إلى تسفيط الأصول قامت بتسير حصول المستثمرين على الأوراق الخاصة بالأراضي ونقل ملكيتها في وقت سريع وبأقل تكلفة ونشوفه فما عديد المجالات اللي يمكن الاستثمار فيها في تشاد سي بشير عن قطاع التربية والتعليم والصحة والتكنولوجيا والبنوك كما يوجد عديد من المجالات التي يمكن الاستثمار فيها منها الطاقة مجال السياحة مجال التعدين مجال الزراعة الثروة السماكية والثروة الحيوانية والبنية التحتية عديد الاتفاقيات سيموحمد موجودة في التشاد معنى ماتفاقات إقليمية الليز أجريمان نلقاو كامن ماركت أين الغانيزيشن أو هارمونيزيشن الغانيزيشن الغانيزيشن دونك هذه منظمة تهم دونك التنسيق بين القوانين في البلدان الأفريقية دونك ينضموا للبلدان الأفريقية من أجل توحيد وإلا ما نجعل القوانين والتشريعات في مجال الانفستيسمون تشريع متناسقة كويرونت يولي المستثمر معاش يلقى صعوبة من مشنق من بلاد البلاد دونك هي عضو في الفريق الأفريقي هذي كيف هي عضو في الافريقين كونوميك كوميونيتي سنتر دونك الاتحاد الافريقي الوسط الاقتصادي والمالي اللي هو زدى مهم الاجريمنت هذي اللي دخل فيه بانسول لزا جريمنت ذو ما يسهلوا أكثر الانفستيسمون في البلدان هذية وتعطي حوافز أخرى أبار حوافز اللي كنت تذكر فيها ونواصله معاك سيمو عمد كذلك سيباشير عندنا مجالة متعدة النجميقة الاستثمار فيها كما مجال الطاقة يمكن الاستثمار في مجال الطاقة من خلال إنشاء مصانع الاستغلال انتاج الطاقة الشمسية وانتاج الطاقة من النفايات مجال السياحة كذلك أنشأت الدولة على عديد بنسبة للسياحة أنشأت الدولة عديد من الفنادق الوجهات السياحية المتنوية حتى تسجع المستثمرين على القدوم إلى تشاد والاستثمار في مجال السياحة من خلال عدد مشاريع منها بناء القرى السياحية وانشاء حدائق الترفيه بالنسبة للتعدين يتوفر الكثير من الثروات المعدنية في تشاد ولكنها ليست مستغلة بشكل سريم حيث يتم إنتاجها بكميات ضئيلة بالنسبة الثروة السماكية سيباشير محمد صحيح هو تقريب 20% لإكسبلوتاسيون على الموارد الأولية ولكن نسبة للتصدير 60% من المسادلات هما من الموارد الأولية معنا شوف هنا شوفت اللي عنا المعنا الرسيوة ذا أنك أنت مكش مستغل لكل الرسوس الناتوريلي متاعك ولكن 20% اللي أنت جبتهم 60% منهم من الموارد للتصدير وهذا في بعض الناس تعيب على التشاد في الموضوع ذا أنها معناها معتمد كان على الموارد الأولية الفو ديفيرسي في الأوركي كنا نحكي وفهم برشا قطاعات من المتاقة الشمسية ومنهم البيوغاز كذلك سيباشير من مجال الزراع تاب القطاعات الاستثمار في التشاد فهي تشارك في الناتج المحل البلاد بنسبة 23% قطاع الزراعة ويعمل بها أكثر من نصف السكان كذلك الثروة السماكية تحتل التشاد المركز الأول في إنتاج الثروة السماكية بين الدول وسط أفريقيا حيث تنتج تشاد سنويا حوالي 150 ألف طن من الأسماك وتصدر أرب 45% من إجمال الإنتاج إلى البلاد المجار منها تسويق لبيع الأسماك وكذلك تربية الأسماك تربية الأسماك يمكن استثمار في تشاد من خلال اهتمال بنية تحتية للبلاد حيث ترغب الدولة في بناء وتطوير المطارات وإنشاء وتطوير خطوط السكك الحديدية ونعرف في تشاد ما فمش سكة حديدية دونك هذا مجال مفتوح للشركات بشتاقعة استثمار في السكة الحديدية اللي هي معانتها عندها دور هام في معانتها ربط البلاد أو ربط المدن ومعانتها تساعد في تنقل المواطنين ونقل البضائع ورأس ومعانا والاستثمار بسي فهم تكساعة سي محمد معانا لعملت التور على الحوافز الموجودة دير أذوكم حاجات معانا ووظفنا معاك شوية على بالنسبة للتصنيف متاع تشاعد في الـ بزنس بتاع الورد بنك تشانف 181 على 190 وكانتش كلاسيب لكل دخل دت معانا مؤشر به مش غيب تسجع بش تقدم ولا ولكن بشكور نعطيو البلان نكونوا موضوعين دونك فما عديد الفرص ولكن الاقتصاد اليوم بريونير معانا مزال ناشئ اقتصاد ناشئ اقتصاد جديد فيه قتال العادي الناتوريل هذين موجود ويميز البلاد متى جمش تقول اللي هو مانا طوروه حاجة تميز البلاد مواردة الطبيعية السيد البحر وفما عديد البوتنسيال طالما بس يسمون كما جبت انتعال تاقة شمسية جبتع البيوغاز الزراع لقل السكة الحديدية لقلنا الالكتريستي ضعيف الولوج الكهرباء دونك قلنا المدن ونسبة المدن تقريبا ربع السكين فقط تعيسوا في المدن باقي كل في اريف دونك هذين الكل ينجم يكون فيه فرص الاستثمار يزم دراستها بطريقة اعمق من قبل المستثمر احنا نحاول نعطيوش فما لتادي اليوغ هذيك كذلك تسبوش تكبر معت تشاد تملك اكبر ثروة حيوانية بين جميع دول وسط فريق لا وثروة حوانية دونك قاعدين عطيو فالتادي ليش فما فما ايكونومي ناش فما بتانسيال بتاع دفلوبمون دو دزاكتيفيت في برشا قطاعات قطاعات معناها ناتيو كما السيد البحري كما الذو كما الانفراسترك تور فما فرص في الموضوع هذي نقص في سكيلة ليبر الليخ تموغادي المعلومة سباشير يتوافر لديها ما اليقل عن 14 مليون رأس من الأبقار والأغنام والماعز في الإبل ثروة الحيوانية كبيرة والصادرات الثروة الحيوانية فإن الصادرات الثروة الحيوانية تستهم بنسبة لتقل عن 54% من إجمال الصادرات يعني ذي المجال مفتوح يمكن استثمار من خلال إنشاء المجازل ومصانع الأعلاف والمدابة السماعية والعيدات البيضارية مثلا 14 مفتوح 14 مليون رأس من البقار والحيوانات الثروة حيوانية كبيرة يسرع المستثمر نحن نقول له حسب البلدان يشوفنيها معانت في الحيوانية تمتاز بها وفم المستثمر في البنية التحتية في الكهرباء في الحكين عليهم ويسر ويسر حكومة عندها أفاق وتشجع هذا كله ينجم الانتراس للإنفستيسور ويجيب للإنفستيسور بالنسبة للتعسيس الشركة محمد تقريبا شهرين معنا البروسيديو سوى ثمانية ويت بروسيديو وتقريب تعدي شهرين مش تاجم تاخو رخص شركة بلوز ومو رولاتيف مع البلدان الفرقية المعدل الواحد وعشرين تسمى بعيد ويكن كما قلنا يسعد ويزم تمر في فاز متاع رالنتي وفي فاز بدأ بتبعاتهم مهمش مانا بيان ديفلوبي هكيك سي محمد ذول يمان جول على دورة في تشاد وعلى مناخ الستمان بتاحها حولنا نعطي صورة من عديد الجوانب حول تشاد جوانب اقصادية الجبائية الحوافز الستراء وهكيك نكمل وفقرة فرو فوكيوس ونكمل معها العدد سبعة وعشرين من برنامج فرو بزنيس نشكرك معي في التقديم سي محمد نفزي شكرا سي باشير وشكرا السيدة المستمعين ومشاهدي وشوفوك بخير الاسبوع وكان معكم باشير زوالي في تقديم هذا العدد نتمنى لكم بداية اسبوع موفق في الامان اشتركوا في القناة موسيقى موسيقى